صحيح الشركة الكورية عقدها ليس استثمار وإنما مقاولة بناء فقط بحيث تم منحها لشركة هانو الكورية بأسلوب التفاوض المباشر دون منافسة طبعا كنت أتمنى أن يكون أحد المعنيين في الموضوع من هيئة الاستثمار حتى يوضح للناس وين وصلت الأمور وكيف وصلت يعني دكتور عباس أنا حجيتها نحن من الصبح حتى نتصل بيهم والله والحجة كانت اجتماع أنا كنت أتمنى أقول أتمنى أنا أقول أتمنى ست وجدان وعدم الهروب من المسؤولية هذه المدينة هي ليس استثمار ليفهم الجميع إحنا ندري بالاستثمار إحنا ما عدنا بيه أصالح على الاستثمار للأسف الشديد الاستثمار يجي المستثمر يجيب فلوسه ويبني حتى البلد يستفاد هذه لا وإنما هذا عقد بناء إنشاء مشروع كلف الدولة في وقتها سبعة مليار دولار كان يفترض في عام 2012 عندما تم التخطيط لبناء هذا المجمع بهذه القيمة مفروض رصد هذا المبلغ اللي سبع مليارات وتخلى بالمصرف وبدأ يتم دفع دفعات للشركة كل ما تنجز شيء هذا المتعارف علي بالمقاولات باعتبار هي مقاولة كل ما تصعد نسبة الإنجاز يكون مقابلها تودع مبالغ لهذه الشركة تاخذ الإنجاز مالهب بشكل صحيح استمرت هذه الشركة في العمل طبعا اليوم وإحنا حتى نكون منصفين الهيئة الجديدة اللي صار لها سنتيا رئيسة الهيئة جاءت ربما تكون غير مسؤولة عن بعض الأمور اللوجستية اللي حصلت سابقا نعم أكو في هذه المدينة الآن مشاكل كثيرة طبعا المدينة حقيقة يعني مدينة جميلة يعني لو مستمر فيها العمل ممكن فعلا تكون أجمل مدينة في العراق هناك أيضا مشكلة أنت تعرفين حضرتش الآن بما أنه خرجت هي من الهيئة وراحت للمصارف نعم الآن إحنا نخلي فلوسنا بالمصارف المفروض المصارف أيضا تعطي الشركة هاي المبالغ اللي تستلمها باعتبارها هي الآن اللي اشترت المشروع أيضا تدفعها يعني أنت اليوم إحنا حتى نكون منصفين إذا تدخلين إلى بسماية مشروع جميل ولكن هذا المشروع فيه إخفاقات وفيه معوقات تحتاج لها إرادة حقيقية لتجاوزها حتى ينجح هذا المشروع وبالتالي يصير فعلا مشروع سكني ممتاز جدا هذا المشروع حقيقة من خلال قناتكم الكريمة هذا المشروع يجب أن يكون في عهدة رئيس الوزراء سواء كان السيد الكاظم الموجود أو رئيس الوزراء المقبل السيد محمد الشعر السوداني يجب أن يكون هناك رأي للحكومة ويكون قرار حقيقي من الدولة حتى تعيد لهذا المشروع حيويته وتحاول جهد الإمكان تبعد المفسدين أكل يوم هناك بعض اللوب المفسد داخل المجمع يحاولون يتاجرون بالعمارات يتاجرون بالشقق مثل ما قال أخويا خالي أتوقف عليهم متاثرات الشقق دفتور عباس ما صير المواطن اللي دفع ويديه انتظر الحصول على حلمه والله للأسف الشديد هو أحلام العراقيين كلها ضاعت بقط على حلم اللي دافع فيه بسماية يعني راحت علي حقيقة يعني وإحنا وطن نضاع يعني راحت علي لأنه يوم ما نتأسف لا لا إن شاء الله ما تروح نتمنى أنه هيئة وهذه رسالة للأخت رئيسة هيئة سوهر نجار نعم أنه تهتم في هذا الموضوع ويوزعون الشقق الآن عندهم 3000 شقة كاملة يوزعوها لأن الناس فعلا محتاجة سكن ومحتاجة ريتسكن نعم هاي رسالة لست سوهر نجار رئيس هيئة الاستثمار دكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرافد الإعلام والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك يعني ما نعرف ش نقول لو ش نحكي صدق بين حانة ومانة أقصى بين الاستثمار والشركة الكورية والمصارف ضاعت مو الحانة بس فلوسنا وأحلامنا إن شاء الله نقول مرأة حتى وإحنا مكان لازم يعني نحلم لأن ما يلوقنا كعراقين با من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا